قبل ما اخش على الهوى عشان اقول لكم بصراحة يعني كنت انا واستاذ حكيم كنا في ديبيت حلو كده في مناقشة ساخنة جدا فيما يخص مودست فانا بقول له مودست معنالش اي حاجة او مودست ماينفعش او مودست يمشي فانا دي لا مودست لازم يكمل ثلاث مواسم على القل مع النادي الاهلي وانا شاهد انا شاهد الاخيرة دي بعلهاش بصراحة بصراحة حكيم قال لك نمتدوم لخمسة دي زيادة من عدد ايه راعك في تجربة مودست مع النادي الاهلي بص خلينا نقسم تجربة نصر الجزئين فيه الجزء الاول التارجد بتعلي انت كنت جايبه علي انت كان الراجل طلب ممكن الكلام ده محدش عرفه راجل كان صفقة مودست كان بناها على حاجتين اول حاجة هو طلب في الانتقادات اللي عدد ودي متغرد بتحصل تلقى للصفقات طلب رقم واحد انا عايز لاعب يلعب هيدرز كويس يعني يبقى بالنسبة لان عندي اللي بيجي من ورا وعندي واحد زي نوعيد الكهرباء وكان ساعتها محمد شريف موجود فانا عايز اللي هو هيدرز الطولي في منطقة الحلو وعايز واحد تاني بيشوت فعشان كده امام عشور عايز واحد بيشوت من برا واحد هيدرز فامام عشور جاه بيشوت النقطة التانية الى واحد هيدرز كان الكلام كله على لاعب جيم بوك الكوري الهو البرازيلي مش كنت اذكر اسمي طريبا سوزا جوستاف سوزا وفي الاخر النادي ما وفقش ان يجيبه او رفض ان يتخلى عنه فبالتالي الامور دايئة جدا لحد ما تم ترشيح من احد الموجودين في الجهاز المعاون تم ترشيح موديس فالترجة اللي انت جايبه عشانه هو مناسب لي وكان العقد بتاعه المدة سنة لكن المشكلة لما اللاعب جيه كان تعرض في البداية لسوق حظ كبير اول ما جيه ابتدى يشد جاله كورونا ابتدى يرجع جاله شد ابتدى يرجع الطارت في كاس عاملان ديه فضيع وقت طويل جدا جدا عشان يدخل معاك مقارنة بالسن خمس سورتين سنة الاربع شهر اللي ضايحهم معاك دول خلوه فاتوا كتير فالتجربة انا بقولك ان اللاعب مش قسط هيقعد لنهاية الموسم بس لا هو يوم 15-6 عشرين ستة بالكتير مش هكمل في البداية لآخره مش هكمل معاك الموسم يعني 20-6 بالكتير مش اه يعني مش لحد نهاية الموسم كمان ما انت لازم تبلغه يوم 15-6 قبل نهاية العقب 15 يوم حتى لو القسط تارجة المباريات هنا سبك من الدور اللي عندنا انا عدل انه هادل ينتهي في شهر يستة هو هادل في الرسمي ينتهي بنهاية الموسم الحالي بس نهاية الموسم الحالي دي عندنا احنا في مصر احنا الموسم عندنا يعني ما ملوش موعيد اللهه اعلم اه الله اعلم كل دورات العالم بتحاسب لو انت فاكر في القسط فرجان ساسي 30-6 ده التارجة على مستوى العقب حتى لو هو هيمشي عشان عارف يشوف ترانسفير في مكان تاني وبتاعه حاجات زي كده فالطبيعي ان هو قبل 15-6 هيتبلغ موك على 30-6 يتكل على الله يمشي ايه حبي مودي استرس عارف حكيم مقال لك يشوف ترانسفير في مكان تاني دي لا هشوف في المشكلة ممكن تلاقي على فاكرة في دورات برة يروح فيها دي لا يحصل طيب مرح مرح شكرا